موسيقى خلال اجتماعاتها في القاهرة اللجنة العسكرية 5 زائد 5 تكرر آلية لخروج المرتزقة والمسلحين من الأراضي الليبية هزات ارتدادية جديدة تضرب مناطقها بتركيا وسوريا وأعداد الضحايا تتخطى 11 ألف قتيل و 55 ألف مصاب بايدن يلوح بالرد على أي تهديدات صنية لبلاده وكيفين تشدد على الدفاع عن مصالحها وتدعو واشنطن لترمين العلاقات بينهما الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريمتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدمت لبنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية المعنية على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراقة بمحافظة البيزة وأكدت لجنة العفو أن جهود الأجهزة الأمنية تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد استفاء الإجراءات القانونية معتبرة أن نهج الأمنة أو الأجهزة الأمنية من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 813 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 184 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط قرابة 92 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 13 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 35 طن أسمنت وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 499 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 469 طن اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة في بداية الاجتماعات وقف أعضاء اللجنة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بدولتي سوريا وتركيا وفي البيان الختمي أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله بتيلي لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 في القاهرة عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنصيق والمتابعة بشأن خروج المرتزقة من ليبيا وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عقب انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة أنه تم التوصل خلال الاجتماعات عن آلية لتنفيذ خروج المرتزقة مؤكدا ضرورة الإسراء في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض وأوضح بتيلي أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن لدول الإقليم مشيرا إلى أنه يسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات ومن جانبه أعرباء ممثل لجنة 5 زائد 5 عن شكره لمصر على استضافة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية مثمنا جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا هذا وأكد رئيس وفد السودان أن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات لتطبيق الآليات التي تم التوصل إليها كما أعرب رئيس وفد نايجر المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن شكره للمبعوث الأممي لما يقوم به من أجل تحقيق السلام في المنطقة مؤكدا ضرورة استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم التوافق عليه على الأرض موسيقى اختتمت ورشة عمل الحوار السوداني السوداني بالقاهرة والتي جاءت بعنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع وذلك حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية وتوصل المشاركون إلى توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار مع ختام أعمال ورشة العمل السياسية السودانية التي استضفتها القاهرة تحت عنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع جاء المؤتمر الصحفي بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة الورشة ناغصت كثير من القضايا القضية الدستورية كقضية محورية القضية بتاعت المهام الفترة الانتقالية القضايا بتاعت هياكل الحكم الفترة الانتقالية القضية بتاعت الشباب والمرأة وإثهاماتهم في مجالات الصورة المتجددة وكذلك قضايا النازحين واللاجئين وكل القوى الموجودة الحوار فعال وطلع بمخرجات ممتازة أولا إن اعتمد الوسيقى الدستورية لألفين وتزعة اعتمد الحوار المتصل دون إخصاء أحد في السودان في الفترة العصيبة وضع معايير معينة لاختيار الحكومة والرئيس الوزراء وضع معايير معينة لاختيار رئيس الوزراء والمجلس التشريعية ورشة العمل تعقد وسط تطلعات لأن تمثل من برن سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج لحلول فاعلة وذات تأثير في المشهد السياسي السودانية كانت مناقشات سودانية سودانية حرة تناقشنا حول مستقبل المرحلة الانتقالية وكذلك ما بعد المرحلة الانتقالية النقاشات كانت نقاشات حرة وشفافة ومباشرة وصريحة لا أسميها نتاجة وربما هي خالط الطريق للفترة الانتقالية وتمهيدا إلى الانتخابات التي احتاجتها بعد الفترة الانتقالية طبعا تم مناقشة باستفادة غضايا الانتقال ومعايير تشكيل الحكومة المغبلة والآلية أيضا افتكر الفترة الفترة دي ما كانت فيه آلية لتشكيل الحكومة والآن نحن توافقنا على أنه يكون في مجلس أو هيئة تتكون من مئة فرد هي التي سوف تقوم بهذا الدور وفي أجواء من التوافق الوطني السوداني السودانية وقعت القوى المشاركة في الورشة على واثقة التوافق السياسي بهدف تحقيق طموحات جماهير الشعب السودانية رامي محمد التلفزيون المصري دعا الأمين العام لدماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والوضع العالمي المتغير بكل مخاطره وقال أبو الغيط في كلمته أمام كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان تحت عنوان المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترق قال إن نقطة الارتكاز في هذه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز الدولة الوطنية العربية بخاصة تلك الدول التي تواجه الأزمات وتحتاج قبل أي شيء إلى ظهير عربي مساند لاستعادة الاستقرار والإسهام في إحلال التسويات السياسية المطلوبة ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية والخاربية المدمرة وقع رئيس البرلمان العربي عدل العصومي ورئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحب جافاروفا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين المنظمتين والتنصيق في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية وذلك بما يدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأكد العصومي خلال اللقاء حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز منذ تأسيسها مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعول على الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الشبكة كتجمع برلماني عالمي لدعم القضية العربية وتناول قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وإنصافا الحمد لله على السلام نتحول إلى تركيا حيث ضرب زلزلان دديدان صباح اليوم ولايتي هاتاي وكهرمان بلغت شدتهما أربع ضرارات وخمس ضرارات على التوالي على مقياس رختر وأكدت سلطات التركية أنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية هذا وارتفعت أعداد ضحايا الزنزال المدمر ليتخطى 8500 قتيل وأكثر من 49 ألف مصاب وفي الأثناء تتواصل جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة للبحث عن ناجين جدد في نحو 900 مبنى منهار وذلك بحسب السلطات التركية ودخلت اليوم حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة حيزت تنفيذ لمدة ثلاثة أشهر في هذه الأثناء أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية السيطرة على حريق شب في حاويات بميناء اسكندرون جنوب البلاد بعد جهود إطفائه من البر والبحر والجو وجرى تعليق العمليات في الميناء لحين إشعار آخر بعد اندلاع حريق بسبب زلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة تم تحويل صفن الشحن إلى مواني أخرى هنا في مدينة غاز عنتاب التي تضررت بشدة جراء الزلزال يواصل هؤلاء العمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض إلا أنهم يصابون بخيبة أمل مع كل جثة يتم إخراجها فبعد ثلاثة أيام من الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا تبدد الأمل في العثور على ناجين ولم يبقى أمام عائلات الضحايا سوى الانتظار لإخراج ذويهم من تحت الأنقاض ودفنهم سريعة صعوبة الأوضاع من شدة المناطق المتضررة جراء الزلزال جعلت السلطات التركية تعلن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عشر محافظات حيث قالت إنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لإرسال عمال الإغاثة والمساعدات المالية للمناطق المتضررة وتخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر وحتى الآن تم نشر أكثر من 12 ألف فرد من فرق البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة بالإضافة إلى 9 ألاف جندي في وقت تواجه فيه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيلة بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطاط عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات ومع سوء الأحوال الجوية بدأت المساعدات الدولية التي أعلنت عنها بعض الدول في الوصول إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر بيد أنه طول ثلوك بكثافة في مناطق الزلزال يعرقل تلك الجهود ويبدد آمال العثور على ناجين يوما بعد يوم وفي سوريا ضرب زلزال جديد منطقة لواء اسكندرون شمال البلاد بقوة أربع درجات ونصف الدرجة على مكياس الاختر هذا وتتواصل عملية البحث والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال المدمر حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من ثلاثة ألاف قتيل ونحو خمسة ألاف مصاب وتوقعت السلطات السورية ارتفع أعداد الضحايا بشكل كبير نظرا لوجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاذ ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ناشد الدفاع المدني السوري المجتمع الدولي لدعم سوريا بشكل عاجل والمساعدة في إنقاذ ألاف المحاصرين تحت الأنقاذ وأكد الدفاع المدني السوري أن فرقه منتشرة في المناطق المتضررة إلا أنه أشار إلى أن الموارد غير كافية لمواجهة كارثة الزلزال ينهمك سكان وجنود وفرق إغاثة في البحث عن ناجين حتى إنهم يضطرون أحيانا لنبش بأيديهم ففي مدن حلب واللاذقية وحمص تواصل فرق الإغاثة السباق مع الزمن لانتشال أحياء لا يزالون تحت الأنقاذ منذ نحو ثلاثة أيام وبرغم درجات الحرارة المنخفضة افترش السكان الشوارع والباحات في تلك المدن منهم من فقد منزله ومنهم من يخشى هزات ارتدادية جديدة تأتي على مباني إضافية ومع تأخر المساعدات إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال إنهمك السكان في دفن موتاهم ومنهم من لم يتمكن حتى من اتباع طقوس الدفن المعتادة حيث قال سكان إنهم اضطروا لدفن موتاهم مباشرة بعد انتشالهم من تحت الأنقاذ محافظة حلب التي مزقتها الحرب في سوريا من أكثر المحافظات التي تلقت الضربة الأكثر إيلاما من الزلزال الدموي حيث أكدت فرق التوارئ أن العديد من المنازل تضررت من الزلزال أو انهارت تماما ولا يزال الكثير من السكان عالقين تحت أنقاذ البنايات وتسببت ظروف الطقس السيء ودرجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد والأمطار الغزيرة في إعاقة جهود الإنقاذ بينما يدفن السكان موتاهم ويتسمر آخرون أمام أبنية انهارت كليا أو جزئيا آملين في خروج أقاربهم العالقين تحت الأنقاذ وانتهاء كابوس لم يستفيقوا منه بعد قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية إن سوريا فعلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا وأضاف مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد تلقى طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية للطلب موسيقى إلى هذا دعا بيان أممي مشترق إلى أن الحاجة أصبحت تماسة إلى دعم عاجل وفوري للاستجابة لجميع المتضررين من الزلزال وأكدت الأمم المتحدة خلال البيان المشترك التزامها بدعم الشعب السوري عقب الزلزال المدمر الذي وقع بالمنطقة مشيرة إلى أن الزلزال ترك كثيرين بدون طعام ومأوى وبحاجة لمساعدة طبية ونفسية ونشدت المنحين المساعدة العاجلة ونوه البيان إلى أن الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عاما دمرت البلاد وتركت الملايين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أكد رئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي ضرورة مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا من أجل أمن العام جاءت تصريحات زلنسكي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطانية ريشي سوناق بالعاصمة لندن زيارة زلنسكي للمملكة المتحدة تعد ثاني رحلة خارجية له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يبقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد القوات الأوكرانية التي تتلقى تدريبات في بريطانيا قال المستشار الألماني أولف شولتس إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في الحرب في أوكرانيا وقال شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاج أن بوتين لن يستطيع فرض معاهدة سلام مشدداً على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف أمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ثمنت الولايات المتحدة مساهمات ألمانيا القوية لدعم أوكرانيا بما في ذلك المساعدات المالية والأمنية والإنسانية جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناقي روبرت هابر حيث بحث الجانباني الشراقة الاقتصادية الثنائية بما في ذلك كيفية المضي قدماً في مجالات التجارة والطاقة والمناخ كانت الحكومة الألمانية قد قررت بالفعل إرسال أربع عشرة دبابة قتالية رئيسية من طراز ليوبارد اثنين من مخزنات الجيش الألماني إلى أوكرانيا أعلنت الخارجية الروسية أنه لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار صفقة الحبوب وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية إنه لا يزال يجرى تنفيذ مبادرات البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية من ناحية أخرى قال نائب رئيس الحكومة الروسية أن الحكومة الروسية تراقب عن كثاب تطور الأوضاع المرتبطة بالطلبات على المنتجات النفطية الروسية مشيرا إلى أن استثناءات الاتحاد الأوروبي من سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية تظهر أو تظهر أن هذه المنتجات مطلوبة في أوروبا تصدير المنظمات الدولية المترجم للقناة 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 أكد البنك الوطني الأوكراني أن احتياطيا النقد الأجنبي بلغ 29 مليار 921 مليون دولار في شهر فبراير أجاري وذلك بفضل الدعم الدولي من الشركاء أضاف البنك الأوكراني أنه في يناير الماضي زادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية بنسبة 5% بفضل المتحصلات من الشركاء الدوليين والتي عوضت عن صافي بيع العملة الأجنبية من قبل البنك الوطني الأوكراني لتغطية الفرق بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي في أوكرانيا اتسع العجز التجاري الأمريكي على مستوى قياسي في ديسمبر الماضي بحسب البيانات الحكومية ليسجل أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960 وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري الإجمالي زاد بقيمة 103 مليار دولار من عام 2021 إلى 948.1 مليار دولار العام الماضي وذلك نتيجة لزيادة الواردات من النفط الخام والمواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية وأضافت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي ارتفع في ديسمبر بقيمة 6.4 مليار دولار إلى 67.4 مليار دولار أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيرون باول أن البنك المركزي الأمريكي لن يغير مستهدف التضخم عند 2% توقع رئيس الاحتياطي الفدرالي أن يشهد العام الحالي هبوطا قويا للتضخم مشيرا إلى أن مؤشر التضخم لا يزال مرتفعا وأضاف رئيس الاحتياطي الفدرالي أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلا أن معدل البطالة في أفضل مستوى له منذ سنوات وهو دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي وكذلك سوق العمل وتوقع باول أن هناك حاجة لمزيد من العمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير وكشفت تبيانات في الأسبوع الماضي أن سوق العمل الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى في 53 عاما عند 3.4% أشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين مؤكدا أنه استضعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة خلال خطابه عن حالة الاتحاد السنوي والثاني له كرئيس للولايات المتحدة وصف بايدن تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة التقدم والصمود وعدم الاستسلام مضيفا أن الولايات المتحدة استطاعت النجام من كل أزمة عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها أقوى مما كانت عليه نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تنهض من كل أزمة أقوى مما كانت عليها انظروا أيها الرفاق هذا ما سنفعله مجددا قبل عامين الاقتصاد كان يترنح وأنا آقف أمامكم اليوم وأصرح بأن 12 مليون وظيفة أنشأتها في عامين وهذا أكبر من ما أنشأه وخلقه أي رئيس دولة سابق في الولايات المتحدة الأمريكية في أربع سنوات قبل سنتين جائحة كورونا أغلقت مدارسنا وشركاتنا وسرقت منا الكثير الآن لا يتحكم كورونا فينا وبع قبل عامين كان هناك تهديد لديمقراطيتنا أما الآن فإن ديمقراطيتنا هي أبيا ومنيعة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا مهما طال الأمر وذلك لمساعدتها على صد العملية العسكرية الروسية على أراضيها وفي خطب حالة الاتحاد السنوي أضف بايدن أن بلاده تعمل من أجل مزيد من الحريات والقرامة والسلام ليس في بلاده فقط بل في كل مكان العالم يشاهدنا وأنا تحدث قبل عام بعد أن شن بوتين هجومه المريعة على أوكرانيا وهناك الضمار الذي نعيشه هو أسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بوتين حاول أن يختبر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ونحن سنقف لندافع عن حقوقنا الأساسية للوقوف مع السيادة وللوقوف مع أولئك الذين يناهدون الاستبداد وسندافع عن الديمقراطية وهذا الدفاع هو مهم جدا لأنه يبقي السلام ويوقف المعتدي كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه إذا هددت الصين الولايات المتحدة فإنها سترد مؤكدا أن واشنطن الآن في أقوى وضع منذ عقود لمنافسة الصين وضف بايدن في خطاب عن حالة الاتحاد أنه يسعى إلى التنافس مع الصين وليس إلى مصارعتها قبل أن أتي إلى السلطة كان هناك حديث عن صعود النفوذ الصيني وأن أمريكا تخدل العالم ليس بعد الآن نحن أوضحنا أننا قمنا أجرين حوارات طويلة مع شي جينبينغ نحن نسعى إلى التنافس وليس إلى التصارع لكن لا تخطئوا إذا اعتقدتم أنه سيمكنكم أن تسيطروا ونحن نعمل مع حلفائنا من أجل أن نشراء تكنولوجيا حتى لا تستخدم تكنولوجيا ضدنا سنحدث ونعصر لجيشنا حتى يكون لهذا الجيش القدر على سد أي تهديد نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى التنافس مع الصين ومع أي دولة أخرى في العالم من جانبها أكدت الصين أنها ستدافع بحزم عن مصالحها داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما بعدما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتين خلال خطابه السنوي أمام كونغرس وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مونينغ في مؤتمر صحفي على أن بلادها ستدافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية داعية الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة هذا وتتواصل تداعيات أزمة المنطاد الصيني بين واشنطن وبكين حيث أعلن مسؤول أمريكي أن الصين رفضت طلبا أمريكيا لإجراء اتصال أمني بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الصيني ويفنجي في اليوم الذي أسقط فيه طائرة أو أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية منطادا صينيا وكانت الصين قد أكدت أن المنطاد كان مخصصا لأغراض للأرصاد الجوية وليس له أي غراض عسكري لكن واشنطن وصفته بأنه آلية تجسس متطورة تعمل من ارتفعات عالية ترجمة نانسي إلهام علييف عن قلقه العميق من قطع طريق حيوي لإمداد جايب نجورنو كارباخ وأضف قصف الإليزي أن ماكرون قال إنه مستعد للمساهمة في إيجاد حل عاجل للأزمة مع أرمينيا في إشارة محتملة إلى اقتراحه وساطة جديدة وجدد الرئيس الفرنسي عزمه على دعم الحوار من أجل إيجاد حل دائم في المنطقة قد يؤدي إغلاق ممر اللاتشن إلى إعادة إشعال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول جايب نجورنو كارباخ موسيقى موسيقى وفي ملف حياة كريمة انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج على 561 حالة بمختلف تخصصات طبية حيث تم إجراء الفحص المعملي والأشعة فضلا عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى وموض المحافظات البحر الأحمر نحن نخدم النهاردة في وسط تجمع على السكان كبير معمل الكيميا النهاردة متنوع في الخدمات بتاعته النهاردة في تحديد سكر وتحديد المجلوبين وظائف كيلة وظائف كابت وCRB والRF ومتابعة حامل وتحديد تانية مختلفة نحن نركز النهاردة على متابعة الحالات السكر ومتابعة العلاج المناسب لها وكشف مبكر على الأنيميا خلال الكشف دائما الدورة على الأطفال نقوم بصرف العلاج والكشف والتحليل بالمجان عندنا أكتر من 100 صف يقلب أغلب التخصصات الطبية بطنة وجراحة وعيون وأطفال مونسة المريض يقوم بالكشف بعد كده يقوم بالعمل التحليل اللازمة بعد كده يجي يصرف العلاج كله بالمجان وفي محافظة الإسكندرية يتواصل العمل في برج العرب القديم وأبو صير لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة ومنها إنشاء خمس محطات رفع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأضافت مؤسسة حياة كريمة أنها ستستمر في إقامة مشروعات تابعة لها بباقي القطاعات في منطقة برج العرب القديم وأبو صير شهدت محافظة الوادي الجديد ختم أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تحت شعار الصد المصرية صحة مصر واستمرت أعمال القافلة لمدة ثلاثة أسابيع تم خلالها توقيع الكشف الطبي على السيدات بواحات الخارجة وبلاط والدخلة والقرى المحيطة من أجل الاكتشاف المبكر لأمراض الثدي من خلال الوحدة المجهزة لهذا الغرض بأجهزة الميموغرافي وهي أحدث الأجهزة المتخصصة في إجراء أعمال الأشعات وتحديد الأمراض المتعلقة بأمراض الثدي يأتي هذا في إطار التوجيهات الدولة المصرية للوصول إلى القرى والمدن النائية بالمحافظات الحدودية ولتوفير العلاج بالمجان للمواطنين نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إرسال الحكومة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة مقدرة بنحو ألف جنيه وأشرى المركز إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع فيسبوك وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية كما حذر المركز المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتساب الوزارة وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي تختتم اليوم المسابقة العالمية التسعة والعشرون لقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بحضور ضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة أوضح وزير الأوقاف محمد مختار الجمعة أن عدد المتسابقين بلغ هذا العام 108 متسابقين من 58 دولة يتسابقون في ثمانية فروع تهتم بالشأن القرآني أكد وزير البترول طارق الملاء اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل الظهر بالبحر المتوسط الذي يشكل أهمية كبرى لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبعي ويعد نموذجا يحتذبه في مشروعات الإنتاج جاء ذلك خلال نعقاد الجمعية العامة لشركتي بيترو شرق وبيترو بلعيم بيترول عبر الفيديو كومفرنس لاعتماد موازنتين العام المالي المقبل 2023-2024 والموازنة المعدلة للعامين الماليين استهل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بالوقوف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف أسماعيل تقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه مؤكدا أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وردان المصريين لفتا إلى أنه كان طرازا خاصا من المسؤولين ومثالا يحتذى به في المسؤولية وله بصمات ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن أعربت البعثة التحضيرية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة السكرتير العام للمجموعة عن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي من المقرر عقدها خلال الفترة من 22 إلى 26 من مايو المقبل وهما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ وخلال الزيارة استعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك مع السكرتير العام لمجموعة البنك الإفريقي موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية حيث ناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستضافة وأشادوا بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة لاجتماعاتها السنوية ولمجموعة البنك بحث وزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم خلال زيارته لدولة بورندي أشقيقة مع وزير البيئة والزراع والثروة الحيوانية البروندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطع الانتاج الزراعي البروندي الذي يليه رئيس البروندي أهتمامه الفائق وكذلك دعم قطع الري وتحديثه والاستخدام الأمثل للموارد المائية ببروندي حتى تصبح الزراع قاطرة تنمية بها كما أعرب الوزير عن تقدير مصر لموقف بورندي الداعم والمساند للموقف المصري في قضايا المياه مشددا على حرص قاهرة على دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفع المتبادلة لدميع الأطراف ترأس وزير الزراعة السيد القصير اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزير التنمية المحلية هشام أمنى وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وبافق في الاجتماع على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة وقرر المجلس خلال الاجتماع التنفيذي الفوري للتوجهات الرئاسية لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتحرير كافة العقود بشبه الجزيرة لتكون مؤمنة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة كما تم تكليف هيئة التعمير بوضع كافة الأراضي المتاحة بولايتها بخريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة تستمر مؤسسة الدولة في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المدمعات الاستهلاكية وفي معارض ومنافذ أهل رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30% يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار أقل في حرص الدولة في التوسع في إنشاء معارض أهل الرمضان في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية تواصل معارض أهل الرمضان فتح أبوابها للجمهور في مختلف المدن والمحافظات مع إحكام رقابة على الأسواق وسلع الغدائية بتنزل حملات مكسفة على المنافذ تشوف الأسعار تخفيف العبء عن كهل المواطنين وعندنا سلع الاستراتيجية مغزون من الدولة مغزون كامل من السكر والرز والزيوت وعندنا لحوم بلدي لحوم سوداني لحوم ضاني وعندنا من الخضروات والفكهة عندنا كل حاجة مغزون دولة وفيه هنا أقل أسعار 30% نفتح من الساعة 8 الصبح إن شاء الله ونفتح على آخر الساعة 11 فيه لحوم السودانية والحوم بلدي وخضار وفكهة والسلع الاستراتيجية السكر وزيد جميع السلع مغزون بإذنة متوفرة معارض أهل الرمضان التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن شهدت أقبالا كثيفا من المواطنين على مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغدائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الأسواق وهنا في أحد المعارض بالقاهرة أعرب المواطنون عن ارتياحهم من الخدمات المقدمة شايف إن الأسعار يعني بره أنا اللحمة اللي أنا بجيبها دي بـ 250 بره أنا واخدها بـ 170 و 175 العروض حلوة جدا وصاد الأسعار اللي احنا بنشوفها في السوق دلوقتي يعني جربنا النهاردة أسعار اللحوم حلوة جدا 160 جنيه السعر ده مش موجود بره خالص منافذ مشروع موطن أولا في تخفيض أسعار عالية جدا عن بره يفرق حوالي من 20 إلى 30% عن أسعار اللي بره يأتي تنظيم معارض أهل الرمضان هذا العام بتوجهات من القيادة السياسية وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة كما أن معارض أهل الرمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان الكريم تيسيرا على المواطنين وتخفيفا عن كاهلهم أحمد الحسيني التلفزيون المصري قام محافظ سوهيج طارق الفقي بافتتاح معارض أهل رمضان بمدينة إخميم الذي يضم كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة 20% كما تفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعارض الذي يضم عشرة عارضين لمختلف السلع والمواد الغذائية وطمأن المحافظ أو اطمأن على توفر كافة السلع بالمعارض موجها بالتأسير على المواطنين والتزام بالأسعار المقررة داخل المعارض لافتا إلى استمرار التوسع في إقامة معارض أهل رمضان بمختلف مراكز المحافظة كل التمنيات بالفوز لفريق الأهلي إن شاء الله نهاية النشرة وإليكم الآن عنوين الأخبار خلال اجتماعهم في القاهرة اللجنة العسكرية 5 زائد 5 تقر ألية لقروج المرتزقة والمسلحين من أراضي ليبية هزات ارتدادية دديدة تضرب مناطق بترقيا وسوريا وأعداد الضحايا تتخطى الأحد عشر ألف قتيل وخمسة وخمسين ألف مصاب بايدن يلوح بالرد على أي تهديدات صينية لبلاده وبكين تشدد على الدفاع عن مصالحها وتدعو واشنطن لترميم العلاقات بينهما انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وادمتم في أمان الله